طبعا عدد كبير من الاشخاص يبدأوا حياتهم او حتى يفكروا انه بدون ياسسوا عملهم على امازن باي سوق مش بس بسوق منطقة شرق الاوسط امارات سعودية او مصر دايما اول تفكير هو هل يا ترى السوق كبير فيما فيه الكفاية لحتى يحرز اني انا بلش بزنس جديد واعمل استثمار بهيدا البزنس هل يا ترى ببدأ بسوق الامارات او ببدأ بسوق amazon.com او هل يا ترى ببدأ بسوق اوروبا طبعا فكرة amazon هي فكرة ممتازة ولكن عدد كتير كبير من الاشخاص بفكروا طيب وين لازم ابدأ تعرفوا ان احنا دايما على القناة نحكي عن اهمية البيع بالاسواق يلي ما فيها كتير منافسة ولكن بنفس الوقت الاسواق يلي عم تنمى بشكل سريع ويلي فيكن هلق تبدأوا فيها بطريقة سهلة وبعد كم سنة توصلوا لمحال يكون اكبر بكتير من ما ممكن توصلولو باماكن مختلفة لذلك اليوم بهيدا الفيديو رح نحكي عن اجدد تطور لسوق امازون بمنطقة شرق الاوسط يلي هو امازون اف بي اي ميدل ايست اكس بورتس بروغرام جاهزين خلينا نبلش اذا هايدي اول مرة عم تحضروا فيديو على هايدي القناة هاي انا كريستل مؤسسة امازون سيلر سوسايتي اذا بهمكن تعرفوا كيف فيكن انتو هلق تطلقوا مشروعكن على امازون ومتجاركن الخاص والبزنس الخاص فيكن على امازون بمنطقة شرق الاوسط فيكن يتروحوا على الموقع تبعنا www.eassessment.org وحتى فيكن تفتحوا صندوق الوصف باسفل هيدا الفيديو لحتى تلقوا تدريبات مجانية ومعلومات اضافية عن كيف فيكن تنضموا بالمجموعة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب تعملوا لايك وتدركولي بالكومنت هيدا الاموجي اذا بتكن تربحوا مكالمة استشارية مدتها ساعة نحكي عن كل التفاصيل يلي متعلقه عن امازون طبعا المكالمة بتكون معي انا خلينا نبدأ باهم موضوع هو موضوع وين لازم تبيعه خلينا نركز على منطقة شرق الاوسط طبعا بالبداية وتختاروا انكن تبيعوا او وتختاروا انكن تأسسوا عملكم بي امازون بتشوفوا انه امازون الامارات حاليا فقط صار في تجديده لهيدا السبب عم نعمل هيدا الفيديو ولكن حاليا فقط الاشخاص يلي ساكنين داخل الامارات فيهم يشتروا من امازون الامارات كذلك الامر امازون السعودية وكذلك الامر بامازون مصر يعني وتتفكروا بالموضوع منه سوء كتير كبير طبعا السعودية ومصر اسواق كبيرة ولكن الامارات منه هالسوء كتير كبير ولكن القرار يلي اخدته امازون ويلي بلش يتطبق ابتداء من 11 اكتوبر سنة العشرين وواحدة وعشرين المرحلة الاولى تابعه بلشت تطبق هو الامازون ميدل ايس اف بي اي اكس بورتز بروجرام من خلال هيدا البرنامج امازون بخوله للاشخاص يلي عم ببيعوا داخل امازون بالامارات حاليا اذا كانوا منتجاتكم موجودين على موقع امازون بالامارات ضمن مستودع امازون يعني ضمن برنامج اف بي اي هلا صار فيكنوا تصدروا منتجاتكم خارج الامارات وما ضروري تعملوا انتو اي شي لانو العملاء يلي ساكنين بالسعودية بالبحرين بعمان وبالكويت صار فين يعني اربع بلدين جدد اضافة للامارات اكيد يعني خمس بلدين صار فين انو يشتروا منتجاتكم موباشرة من امازون الامارات اول سؤال ممكن تسألو طيب ليش شخص عايش بالكويت بده يفوت على امازون الامارات ويشتري منتج وتفي عنده خيارات مختلفة طبعا الخيار هو بين امازون دوت كوم او امازون دوت اي اي طبعا الشراء من امازون دوت كوم بيتخول انو العميل ينتظر يلي عايش بالكويت انو ينتظر فترة كتير طويلة لحتى يوصلوا له المنتجات طبعا يعني سبعة ايام صار بفكرة الاي كوميرس والتجارة الالكترونية هي فترة كتير طويلة لانو اصرنا معوادين انو المنتجات توصل بيوم او يومان سو هايدي اول مشكلة تاني مشكلة انو العميل هو بده يتكفل ويدفع كل شيء يعني ايشي اضافة من ناحية الجمرك لازم يدفعه العميل وقته يشتري المنتج من امازون دوت كوم ولكن على امازون الامارات اولا العميل يلي عايش بيت كويت بحرين عمان او حتى بالسعودية فيه انو يشتري المنتجات من امازون دوت اي اي من دون الانتظار فترة كتير طويلة يعني المنتجات تتوصل ضمن يومين او ثلاثة واضافة ما في اي جمرك كل شيء اضافة كل شيء اضافة وكل التفاصيل الاضافية امازون هني اللي مستعدين يدفعوا يعني للكم كبائعين ما بتدفعوا اي شيء اضافي اذا بعتوا منتج لشخص عايش بالبحران متل شيء كأنو بعتوا منتج لشخص عايش بدبي ما في اي اضافية واي رسوم اضافية واضافة للعميل يلي ساكن بهيدا البلد كمان متلش كأنو اشترى بامازون داخل البلد يلي هو ساكن فيه من ناحية الامور يلي جيدة طبعا جيدة من الميلتان للعميل صار عنده امكانية انو يشتري خيارات اكتر من مواقع مختلفة بامور افضل بطريقة افضل ولالباقعين طبعا صار عندنا توسع اكتر بكتير اخر نقطه بدنا نفكر فيها هي طيب كيف بتعرفوا اذا حاليا منتجاتكم وحاليا الحساب تبعكم مقبول او فايت ضمن هيدا البرنامج اولا خلينا نشوف كيف بتدخلوا الحساب تبعكم داخل هيدا البرنامج كيف بتعملو له انابل ثانيا خليني فارجيكم كيف بتعرفوا اذا المنتجات يلي حاليا عم بتبعوه على امازون داخل ضمن البرنامج نعم ام لا نحنا هلا داخل امازون سيلر سنترل بالامارات اول شي بدنا نعمله هو انه بدنا ندخل على ساتينجز ننزل على القائمة او المانيو او الشي اللي اسمه فولفلمنت باي امازون وتنكبس هيدا الشي بتفتح هيدا الصفحة قدامنا ومننزل على اسفل الصفحة على محل معين يلي هو متل ما بتشوفو هون خليني وطي الصور هون اكسبر اكسبر اكسبرت ستنجز اف بي اي اكسبرتز فرم امازون دوت اي اي هوني من عمله انابل اذا كانت ديس ايبل متل هيدا الفوق منا بدي ادخل على ادت بدي احول الديس ايبل اذا كانت ديس ايبل اعملها انابل ميدل ايست اف بي اي اكسبرتز بعمل اجري وبكبس اوب تيت وهيدا الموضوع بيتجدد عنده بالحساب اما خلينا نشوف كيف فيكن تعرفوا اذا المنتجات اذا هيدا اولادي انابل وماشي لحاله ما فيه اي اشكال شو لازم اعمل لحتى اتاكد انه المنتجات التبعي داخلين يعني الاشخاص اللي موجودين بغير بلدان فيهم يشتروا المنتجات التبعي مباشرة عبر نظام الامازون ميدل ايست اف بي اي اكسبرتز بروجرام الموضوع بسيط بدي فوت على ريبورتز بكبس على فولفلمنت من بعد ما ادخل على فولفلمنت بنزل على الانفنتري بكبس شو مور وبتطلع على اكسبرتز الانفنتري اي اي بكبس على هيدا الموضوع بعمل ريكوست داونلود بنتظري شوي لحتى يصير في عندي ريبورت هون اقدر اعمل له داونلود متل ما لاحظته صار فيه داونلود هون بكبس الداونلود وبينزل تاكست لحتى يقدر شوف شو عم بيصير داخل هيدا الملف بالملف بدي اطلع على الاسنس وبدي اطلع اذا هني الاجبل او انالجبل متل ما ملاحظين هون انالجبل 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 يعني المنتجات اللي عم تنباع حاليا بهيدا الحساب ثلاثتهم مش مقبول انهم يعني حتى لو الحساب داخل بامازن ميدل ايست اف بي اي اكس بورتز بروغرام ولكن المنتجات غير داخلية اذا بتحسوا انه هيدا الموضوع خطأ ولازم يكونوا المنتجات داخلين لازم تراجعوا امازن لحتى تشوفوا شو هو المشكل وليش منتجاتهم مش عم بيكونوا الاجبل هيدا الموضوع من المفترض يخليكن تتحمسوا وما تفكروا انكم تنتظروا اكتر واكتر بالعكس انكم تفكروا كيف فيكن تبلشوا حياتكن على امازن باسرع وقت ممكن اذا بتحبوا تنضموا للاشتراك معنا ببرنامج تدريبة مدته ساعة لحتى تعرفوا اكتر from A to Z step by step كيف فيكن خطوة خطوة كيف فيكن تطلقوا حياتكن على امازن وكيف فيكن تبلشوا هيدا البزنس طبعا هيدا البرنامج التدريبة هو للمبتدئين بليز سجلوا معنا كل التفاصيل رح يكونوا موجودين بسندوق الوصف باسفل هيدا الفيديو سجلوا وانضموا مباشرة لحتى تحضروا التدريب وتكونوا جزء من التدريب وتسألوا كل الاسئلة يلي عنكن اياها هيدا كان كل شي لهيدا الفيديو انا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي